أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين في حلقة جديدة من حلقات القناة وحلقة النهاردة خاصة بنوع معين من الملفات وهي ملفات البي دي اف نظرة لأهمية هذه الملفات سواء كان اللي باستخدمها معلم أو طالب أو عدو هيئة تدريس أكاديمي أو حتى باحث أكاديمي ونظرة لأهمية هذا النوع من الملفات كنت شرحت في الفيديوهات السابقة كيفية تأسيم وتجزئة ملف بي دي اف إلى مجموعة من الملفات وأيضا كنت شرحت كيفية استخراج مجموعة من الصفحات أو صفحات معينة من داخل ملف بي دي اف وأسيب لك روابط هذه الفيديوهات في الوصف أسفل الفيديو وتظهر في علامة الآي أعلى الفيديو أمام حضرتك ونظرا لهمية هذه الملفات النهاردة فيديو مهم جدا وأعرفك فيه كيفية دمج أكثر من ملف يعني عكست الطريقة خالص هدمج مجموعة من الملفات بي دي اف داخل ملف بي دي اف واحد وبدون استخدام أي برنامج لو عايز تتعرف على الطريقة تابع الفيديو للنهاية وقبل ما ادخل في الشرح لو حضرتك جديد في القناة ما تنساش تشارك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل لاتصلك كل الفيديوهات الجديدة والحصرية من قناتنا فورا نشرها ولو عجبك الفيديو ما تنساش شامل لايك للفيديو وده بيكون السبب الرئيسي لدعمي واستمراري في البحث عن المعلومة اللي بتفيدك ومشي طول على حضرتك هندخل في الشرح مباشرة في البداية علشان اطبع لحضرتك الطريقة بسهولة جدا جبت لحضرتك ملفين بي دي اف هنفتح الملفين ونتعرف على عدد الصفحات الموجودة في كل ملف منهم علشان اثبتلك بالدليل في نهاية اللقاء ان الطريقة صحيحة 100% اول ملف عندي بتكون من خمس صفحات وعبارة عن لغة انجليزية وطبعا انا نوعت في اللغات علشان اثبت ايضا بالدليل الملف التاني بتكون من 33 صفحة وباللغة العربية كده انا عندي 38 صفحة فيما مأنا كلامي ان في النهاية الملف اللي هتمي دمجه هيكون عبارة عن 38 صفحة اذا كانت الطريقة صحيحة طبعا بتفتح المتصفح الخاص بيك وبتفتح في البحث بي دي اف جونيور وبتختار اول رابط او بتضغط عليه طبعا الموقع ده بيسمح لك برفع 20 ملف بي دي اف من جهازك من خلال السحب والافلات هننزل في الاسفل كده هتلاقي مكتوب upload files ممكن هدرك تضغط على upload files يعني تحميل الملفات او تستخدم عملية السحب والافلات هنضغط على upload files وهنرفع الملفات هدي اول ملف والتاني وانقول له open تم رفع الملفات طبعا بتنتظر حتى يتم تحميل الملفات اول ما تظهر عندك كلمة download معنى كده ان الملف تم رفعه طيب طبعا كمان الموقع بيديني ميزة اخرى وهي كيفية ترتيب الملفات يعني انا ممكن اجيب الملف ده في الاول او في الاخر حسب ما انا عايز من خلال السحب والافلات اهو زي ما حضرتك شايف بعد ما بيتم تحميل الملفات بالشكل اللي حضرتك شايفه كل ما عليك انك هتضغط على join files بتبتدي عملية الدمج بعد ما بتبتدي عملية الدمج طبعا بيبتدي عملية التحميل تظهر امامك زي ما انت شايف كده وبننتظر انتهاء التحميل وهوريك بالدليل تأكيد الطريقة وبعد ما بتتم عملية الانتهاء من تحميل الملف هنفتح الملف للتأكد من عدد الصفحات المكونة للملف اللي هي المفروض هتكون 38 صفحة فعلا عدد صفحات 38 صفحة ودي صفحات الملف اللي باللغة الانجليزية زي ما حضرتك شايف وبعد كده هتظهر صفحات الملف اللي باللغة العربية بكده انا عملت عملية دمج لمجموعة من الملفات بيدي اف داخل ملف واحد لو عربك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وانتظرنا في فيديوهات مفيدة قادمة ان شاء الله كان معكم وقل ربيع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته